مصر إلى جوار السعودية وكوريا واليونان بمنديال شباب اليد منديال شباب اليد طبعا الجميل هنا في الدكتور حسن مصطفى رئيس الدولي لكرة اليد عمل تواجد قوي جدا للعرب للكرة اليد العربية في المحافل ده نهار ده شايفين البحرين بتلعب في الدور الرئيسي في كأس العالم طب في دور الشباب أو كأس العالم الشباب مصر إلى جوار السعودية وكوبا واليونان بمنديال الشباب طبعا السعودية وجودها في بطولة زادية اكيد يعني تبسطنا جدا البطولة تتلع في الفترة من 19 يونيو لحد 3 يونيو اللي جاي وهتكون بتنظيم مشترك بين اليونان والمانيا زي ما قلنا الحضراتكم عادش فيه كاس عالم هيبقى او بطولة عالم لدولة واحدة كان اخرها مصر المنتخب ده بيدربه كابتن صبر حسين جميل اهل السابق وفي كتير من نجوم الاهلي وهم نجوم المشتابل زي ما حضراتكم عارفين منتخب بتاعنا كانت اهل البطولة دي بعد يمحوز بطولة افريقيا اللي فاتت واللي كانت في رواندا بعد يفوزنا على الجزائر 35-15 الفريق ده في حتة تانية انا بقول لكم خليكم فاكريني الكلام ده الفريق ده لما استضفنا ابطاله كاسبين فاينال افريقيا فارق 20 هدف الفرقة دي تخوف يعني اتمنى التوفيق ومقفول عليها كابتن صبر حسين راح للفريق ده او مسك الجيل ده من سنتين هو كان مدير فن الشباب في النادي الاهلي سابهم ولبى النداء ومسك هذا الجيل بقى له سنتين سنة اولى استعداد لأفريقيا والسنة تانية هاو بنستعد بعد أفريقيا لبطولة العالم خليكم فاكرين الفرقة دي يعني انا من وجهة نظري مرشح لمدير ده يعني انا بقول لكم مش كلامي اللي قرأته في الميديا ان الفرقة دي مرشح على كاس عالم لان الفرقة دي باسم الله ما شاء الله منهم 3-4 مع المنتخب الكبير دلوقتي بيلعبه في السويد وبولند فايزا النهاردة بنتكلم على جيل اللي موجودين جمدين ومستقبل كرة اليد احنا متكلم في عشر سنين قدام وانت مغمط كده احنا في احسن ثمن فرق في منتخب الكبير في اي بطولها تتعامل في العالم لم يكن هنفضل هنكون في احسن اربعة فتمنى التوفيق لهذا الفريق وتمنى التوفيق كمان اللي كانت صابر حسين الرجل المخلص المحترم كانت صابر حسين من عين ما كان لعب كان ما تسمع لهش حس كان بتاع شغله بس فتمنى لهم التوفيق ونتمنى التوفيق لاتحاد كرة اليد اللي بيبهرنا الصراحة بالإعداد وبيبهرنا بالشغل وانا بشكركم على الصورة اللي وراي دي الحقيقة لان احلى حاجة ان انت يعني تتابع وتسمع اخبار كرة اليد خلونا يعني نحب اخبارهم ونسمعهم ولعيبة بقى نجوم لعيبة كرة اليد بقى زي يوم زي لعيبة كرة القدم دلوقتي بل بالعكس ده فيه لعيبة الستارز في كرة اليد معروفين بشكل كبير اشكركم على الصورة دي الحقيقة ان الواحد يطلع في خلفته فريق كبير زي ده الحقيقة حاجة تشرفني انا شخصيا